الكرامة الخارق للعادة الخارق للعادة جماعة نوعين ابن تيمي قال رحمه الله خارق للعادة ككرامة ولا تحصل إلا لأولياء الله عز وجل الصالحين لكن الكرامة للصالح دي جاثة ما هو زي ما الآن بقوله صوفية وليقول الله الآن أنا عسد بيّن فيك هو رجالة ده باطل دي ما كرامة دي شغل الشيطان يعني فتو دي سحر كله البسودة كل سحر البسودة كرامة دي أمري خارق للعادة ربنا يجريه على يدولي الرجل الصالح من أولياءه زاده ما يكون عارفة الضايك في حاجة ربنا يفرج عنه زي ما في قصة عمر بن خطاب لما الرسل سارية ابن زنيم الرسل بقيادة الجيش وجيش المسلمين في البداية كأنه حيتهزم فسمعوا صوت عمر بيخطبين في المنبر وهم هناك في بلد تاني وذو في بلد سمعوا صوته قال يا سارية الجبل الجبل فرجعوا أدوا ظهرهم الجبل وعادوا الصفوف ورجعوا انتصروا على الكفار فجرى جعين قالوا لعمر سمعنا صوتك وصلنا لحد هناك ربنا سبحانه وتعالى جعل صوت عمر هنا يصل لحد هناك عمر ما هو براه تسوى الكلام ده لأنه لما سأله بيخطب جمعة فالكلمة طلعت منه يا سارية الجبل قال لي ده شنو؟ قال كلمة أجراها الله على لسانه يعني زاده ما عارف ده من وين إذن كرامة ربنا بيسويها لكن الأشياء الصوية يقول له أنا بأسوي أنا بأسوي هذا كلام فاضي ساكن ثم الكرامة الصالحة للرجل الصالح ما زولا مشرك ولا زولا قاعد لجم قبر بيعبد فيه وبشيل التراب بسفه ولا زولا بيعبد بدعه غير الله ويسجد لغير الله ده شغل ما كرامة من الرحمن ده النوع الثاني اللي هو شنو؟ خارقة للعادة وده النوع الثاني خارقة للعادة من باب السحر وأفعال الجن والشياطين ممكن بها المناسبة ممكن تجيب شيخ الآن طاير ممكن الكلام ده ممكن أشكده نقل الذهب في السير في قصة الإمام الشافعي قال أحدهم عند الإمام الشافعي قال من مشى على الماء فلا نغتر به حتى نعرضه على الكتاب والسنة قال الإمام الشافعي قصرته إذا رأيته أنا يطير في الهواء ما اغتررت به حتى أعرضه على الكتاب والسنة ممكن ممكن ولهذا بزول الشيطان يشيله وده البسوه الشيخ ده لذاته يقول له الإبريك تعالى الإبريك يجي تنقصه جميع يقولوا ألا إنه ليا الله لا خوفنا عليهم لا 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 ده الشيطان بيضكل بالإبريك شايله بس موضوع انته ولو قريت هيت الكرسي وقريت غران ولازنت الإبريك ده بيقع بتفرطك ما في الشيطان بيطير بيجري لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أذن الأذان أدبر الشيطان وله ضرات فديل شغالين مع الشياطين دي دي خوارق للعادة لكن من باب أفعال الجن الدجال المسيح الدجال حقيقي كعلامة على مدى الساعة الكبرى هل ده صالح؟ هل ولي؟ بيقول للسماء نزل المطر بتنزل بيقول للواتطلع النبات بتطلع بيجي محل الآن الناس بنغيبوا الدهب وشنو الدجال بيجي وخموا كله بيقول للواتطلع الكنوز قال الكنوز براه تطلع وتطير وراه وماشي والكنوز طائرة وراه من الواتجة بس مكة والمدينة ما بيدخلها هذا ولي صالح؟ ما أي زول عنده خارقة للعادة معناته وشنو جماعة؟ ولصالح ممكن تمشي قبة والشيخ يصورته كده زي النور فوق القبر ممكن لكن ده إبليس بيسوي كده صنم العزة ده شنو؟ أفرأيتم اللاتة والعزة ومناتة الثالثة الأخرى العزة ده شنو هي؟ النبي عليه الصلاة والسلام رسل خالد من الوليد قال لمشي أهدمه ما شاء لقلوه بنية ستاير كلها كسرة قال لي الساعة رجع خالد من الوليد رضي الله عنه المرة التانية لقى امرأة عريانة وناشرة شعرة عريانة مرة واحدة وتصرخ قبيعة جدا دي كان الشيطان خالد من الوليد طلع عسيب قطع نص ورجع للنبي عليه الصلاة والسلام النبي قال ليه تلك العزة ولا عزة بعد اليوم شيطان كان شكده ممكن أزول في قبة لآن صوفية طلع يقول لك الشيخ يتكلم من جوه ده إبليس شيخ ميت ما بيطلع تاني اللي هو الغيامة لو طلع مرة الغيامة قامت لكن الغيامة قامت والله ما يطلع جوه هنا عرفته لأنه النبي قال شنو قال أنا أول من ينشق عنه شنو القبر فما ممكن شيخ يتطلع قبل الرسول والرسول بيطلع أول زول بيتين كما الغيامة لأنه ربنا قال ومن ورائهم برزخون إلى يوم يبعثون في حاجز بين بين الحياة الآخرة بتاعة القبر وكده والبرزخ وبين البرزخ ده الحاجز بين الحياة الآخرة بغادي وبين حياة الدنيا في برزخ شكده لو فتحت القبر ما بتشوف زول بعزبه في النار ولا قاعد له في جنة هو يا أبي عزب يا أبو نعم لكنت ما بتشوف لأنه في برزخ أنت ما بتشوف طيب فده ده الحاصل ممكن تمشي على القبر ممكن يطلع لبن ممكن يطلع الروب بل مناسبة ممكن ممكن يطلع موية ده الشيطان اللي بيسوي الكلام ده أشان الناس يعبدوا القبر والقبة دي أخواننا فما تتخدعوا ده من باب خوارق العادات أخونا ده سؤاله مهم ده من باب خوارق العادات لكن ده ما شغل ربا طيب الفريق شنو قال الإمام الشافعي قال حتى نرى اتباعه للسنة إذا زول موحد ومتبع السنة نقول نحسبه إنه زول صالح ولا برضو ما بنقول صالح مياه فيه نقول نحسبه لأن الرسول علمنا كده أما إذا زولا بيعبد له قبر ولا بيسلح جاب وبيحلف بالشيخ وبيتوكل على ست مريم وما بعرفه شنو ده ما بهدل حتى لو عمل خارق عادة ممكن يعمل ممكن يمسك التراب كده يقلبه سكر تجوبه سكر يمسك التراب يجوبه دهب يمسك القروج تجوبه بيض ممكن لكن ده شغل شنو يا جماعة شغل شيطان خارق للعادة لكن بتاع الشيطان والشيطان عنده أولياء ربا عنده أولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الشيطان كمان عنده أولياء إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان شنو وليا الله قال كده قال الشيطان برضو عند أولياء فانتبهوا يا جماعة وهم الصوفي يغشوا الناس من الباب ده باب خوارق العادة ومن خوارق العادة في طريقة كده يسمى الطريقة بتاعت الصادقاب موجودة في النات أحضرها هم براهم مصورينه وربراهم ورافعينه في النات أحضروا عشان تبقى ولي عندهم بيوت كده مبنية بالحجر بتاع الجبل في الجبال عندهم وقدة صغيرة بيحشروك فيها جوها وبيبنوها تب بيكفلوها واحدين يجي سوقون بعد أربعين يوم خدت لك بلاحات وموية تبول قبلك تتبرز الله يكرمكم قبلك عرفت كلامي ولا تمشي الجامع لأنه قفلوك بر بطين والطوب بتاع الجبل حجر الجبل ما بتمره اللي يفتحوك تاني قالوا بتبقى ولي ده هناك يا جماعة بيجوك الشياطين تدعمل مع الشياطين ما في دين زيدة دين الإسلام ما زيدة ربنا قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ده ما دين الإسلام بيقعدوا جوه في الجبال مع الشياطين والأبالسة ويجي طالع ساحر ساحر يمسك كده الورق يقل بقروه جامع ويقول لك ألا إنه لأ الله لا خوفنا عليهم ولا أبعزنا لا لا ده ما هو ده ما هو ولا الصحابة ما سووا كده صحابة تجار وزراع وصناع ورعي وبيشتغلوا بيحملوا في ظهرهم وبيعبدوا الله ما في تعارض يا أخوان لكن ينقطع كده ويخشل في خلوة ويكفلوا ويقعد جوه عريانوا ومفكوا ويجي مارك بعض أربعين يوم والله إذا شغل الشيطان لما شغل الدين الإسلامي وضع ضييع البلد